يظهر كده ان شهر العسل ما بين امريكا واثيوبيا خلاص خلص وبدأت واشنطن انها تباين وشهد تاني لابي احمد تفتكروا ايه اللي حصل في الفترة اللي فاتت بدأت واشنطن تطالب بفتح تحقيقات في انتهاكات حقوق الانسان في اثيوبيا وده بعد توقيع حكومة ابي احمد وجابهة تحرير شعب تجراي اتفاق سلام في نوروبي واشنطن قالت انها لسه ملتزمة بتقديم المساعدات الانسانية للشعب الاثيوبي كمان هتواصل دعم تنفيذ الاتفاقية بين الاطراف الاثيوبية ودعم جهود تحقيق سلام دائم بس واشنطن قالت ان المساعدات اللي بتقدمها مش معناها انها تتوقف عن طلب التحقيق مع مسؤولين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب يظهر كده ان التحقيق مش الحاجة الوحيدة اللي طالبت بيها واشنطن لا ده كمان هددت بفرض عقوبات على اثيوبيا ايوة زي ما بقولك كده وزارة الخارجية الامريكية طلعت بيان قالت فيه انها مستعدة تفرض عقوبات على اديس ابابا واي مسؤول ممكن يوقف او يعرق الاتفاق السلام اللي تم توقيع في نيروبي وخلال الفترة اللي فاتت وبالرغم من تقدم قوات جبهة تيجراي الا ان للحكومة الاسيوبية استخدمت اساليب انتهكت بيها حقوق الانسان وده اللي فتح عليها انتقادات المجتمع الدولي كله وخلال الشهور اللي فاتت قدرت قوات جبهة تحرير تيجراي انها تستعيد السيطرة على معظم المنطقة وده فيه هجوم مضاد سنة 2021 امتد الى امهرة وعفار وشهد اقتربها من اديس ابابا وبسبب الضغط الشديد اترجعت قوات الحكومة الاسيوبية قدام قوات جبهة تيجراي لكنها بدأت ترد بشكل عنيف من خلال الانتهاكات ضد الكل اللي بيقع تحت ايديها بيحد اقليم تيجراي من الشمال والشمال الشرقي اريتريا ومن ناحية الغرب السودان ولايت كاسلا والقضارف ومن داخل اثيوبيا من ناحية الجنوب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي مناطق اقليم العفر ومنطقة قندر الامهرية ومعظم سكانوا من اقليم تيجراي اللي بتضم حوالي 6 مليون نسمة واللي بيساوي اقل من 6% من مجموع الاثيوبيين اللي بالغ عددهم 110 مليون نسمة قادة جبهة تحرير تيجراي المشهد السياسي في اثيوبيا من سنة 1991 لحد سنة 2018 وده قبل ما تغدروا بوصول ابي احمد لرئاسة الوزراء في ابريل 2018 والخلاف بين رئيس الوزراء ابي احمد وجبهة تحرير تيجراي مش وليد اللحظة بسبب الانتخابات ولكنه بدأ من وقت ما تولى ابي احمد رئاسة الوزراء ابريل 2018 وفي الوقت ده ارتفعت وطيرة الخلاف لما قامت جبهة تحرير تيجراي باجراءات الانتخابات بشكل منفرد رغم قرار الحكومة الفيدرالية بتأجليل الانتخابات العامة في البلاد